الفيديو تهتم فيه مقارنة بين افضل الميكروفونات USB لتحت 50 دولار اول مايك من شركة Samsung Q2 مزيت هذا مايك انه بيشتغل بXLR او بيشتغل هو طبعا USB وفيه مدخل اللي هو XLR كنت نزلت عنه فيديو المايك طبعا فيه سويتش اللي هو الان والوف فيه برضو فيه مدخل الهيدفون ده كويس جدا وفيه طبعا زي نعلي صوت الهيدفون ويتم خفض صوت الهيدفون المايك ده تقريبا سعره في مصر 1300 المايكروفون التالي اللي معانا هو Samsung Meteor من شركة Samsung السعر في نفس الرنج المايك لفات لكن ده فقط USB و كندنسر المايك السامسون Q2 ده ديناميك لكن ده ميتيور ده كندنسر مايك فيه كابسول كندنسر اذا حسيته للصوت اعلى ده هو المايك فيه منه اكتر من لون في السلفر وفيه البلاك المايك التالي اللي معانا هو من شركة ريزر هو ريزر ميني ايضا ده كندنسر مايك و USB مايك تصميمه كويس و جودته ممتازة جدا طبعا سعره من المايكات اللي فاتت ده سعره تقريبا 50 او 45 دولار المايك التالي اللي معانا من شركة اوديو تكنيكا هو ATR 2100 المايك ده فيه مدخلين XLR شبه جدا بسامسونج كوتيو في مدخلين XLR و USB المايك ده ديناميك اذا مش بيحتاج عزل و سعره مقارب لسامسونج كوتيو مزة المايك ده ان بيسجل بجودة اعلى من سامسونج كوتيو الاوديو تكنيكا ATR 2100 شبه جدا بسامسونج اللي هو اول مايك اتكلمنا عنه في الفيديو لكن بيسجل بجودة اعلى من سامسونج كوتيو و السعره تقريبا 60 دولار المايك التالي وهو من شركة بلو اللي هو آيس فيه من النسخة آيس اللي هي بكابسولة واحدة و النسخة الحديثة منه بكابسولتين المايك ده ارخص مايك في السلسلة ده كلها في الخمس ميكات ده ارخص مايك فيهم ده كوندنسر مايك و جودته طبعا كويسة و حسيته للصوت قريبة من بلويوتي ولكن بلويوتي فيه ثلاثة كابسولات لكن دي فيه كابسولة واحدة ده هو المايك اللي متكلم عنه بنزل من نسخة اللون الابيض واللون الاسمر و طبعا ده يو اس بي مايك ما يحتاجش كارت صوت كل المايكات ده كلها يو اس بي ما تحتاجش كارت صوت طبعا اول مايك نتكلمت عنه ده مستو انه ممكن يتوصل بالايباد او التليفون السامسوك اي تليفون اندرويد عن طريق الودجي كونفيرتر لكن ده طبعا كلها مايكات يو اس بي اتمنى يكون هادر تفيد اولا كافية الدرق